مرحباً بك في فيديو شرح تطبيق إتراك سوليدي برو. سنبدأ بخطوات تسجيل الدخول للبرنامج. أولاً، سنقوم بإدخال اسم المستخدم. الرقم التسلسلي للجهاز الموجود على كارتونة الجهاز. وكلمة المرور، ستة ثمانيات. سيطلب من التطبيق وضع كلمة سر جديدة. حيث سنقوم بكتابة كلمة المرور القديمة، ستة ثمانيات. ومن ثم كلمة سر من اختيارنا وتأكيدها. بعدها سنقوم بالضغط على Done. ومن ثم تأكيد، سنقوم بالنقر على قبول. ستظهر لنا السيارة الآن في خريطة جوجل بتفاصيلها. مثل حالتها ثابتة أو متحركة. مدة وقوفها. حالة المحرك يعمل On. أو مطفأ Off. إن قمت بسحب السهم إلى الأعلى، سيظهر لنا مميزات الجهاز. مثل الكاميرا، التعقب، المسارات السابقة، السياج الجغرافي وغيرها، والتي سنقوم بالتحدث عنها بالتفصيل. أولاً الكاميرا. سنقوم بالنقر عليها. ستظهر لنا عدة خيارات بالأعلى. وأهمها هو خيار Live للفيديو المباشر. حيث سنقوم بالنقر عليه. وهنا ستنقسم الشاشة لنصفين. النصف الأعلى ويظهر فيديو مباشر للسيارة. والنصف الأسفل. يظهر السيارة في خرائط جوجل. سنلاحظ وجود عدة أيقونات في جزء الكاميرا. وهي رمز الصوت. لسمع الصوت الذي بداخل السيارة أو إيقافه. رمز الكاميرا. لأخذ صورة من الفيديو المباشر وحفظها. رمز المايكريفون للتحدث الصوتي. حيث سنقوم بالضغط عليه باستمرار. ونبدأ بالتحدث بعد تحول الشريط بالأعلى إلى اللون الأخضر. وعند الانتهاء من التحدث، سنرفع إصبعنا عن الزر. رمز كاميرا الفيديو. لتسجيل الفيديو المباشر الحالي وحفظه. رمز القوسين لمشاهدة الفيديو بكامل حجم الشاشة. في يسار الفيديو سنلاحظ وجود علامتين أخرتين. رمز الكاميرا مع أسهم التبديل. عند النقر عليها سيتبدل التصوير من الكاميرا الأمامية للداخلية أو العكس. رمز الفيديو مع الساعة. حيث عند النقر عليها سيظهر لك شريط التسجيل اليومي. وتستطيع تحريك الشريط للأجزاء المظللة لمشاهدة التسجيلات بها. وأخيرا عند الرجوع لقائمة الكاميرا الأساسية. يوجد كل من رمز التسجيل ورمز الكاميرا. إن أحببت أن تقوم بتسجيل الفيديوهات وحفظها بقائمة الكاميرا. حيث ستضغط على زر التسجيل. تختار الكاميرا المطلوبة ومدة التسجيل ومن ثم تأكيد. بعدها سيظهر التسجيل في القائمة. نفس الشيء يطبق على زر التصوير. مع الهلم أنك تستطيع مشاركة هذه الفيديوهات أو الصور وحفظها أيضاً. هذا كل شيء بالنسبة للكاميرا. الآن بالنسبة للتتبع من خلال رمز التعقب ورمز المسار. حيث رمز التعقب يقوم بتتبع السيارة بشكل مباشر وإظهار مساراتها بالإضافة إلى سرعتها وحالة المحرك. مع العلم أنك تستطيع مشاركة الموقع المباشر عن طريق النقر هنا واختيار مدة المشاركة أيضاً. أما بالنسبة لرمز المسار، فهو يظهر لك جميع مسارات السيارة السابقة، حيث تستطيع رؤية مساراتها خلال اليوم، أمس، الأسبوع الجاري أو الماضي، حيث سيظهر في المسار كلاً من وقت التحرك، سرعة السيارة، وحتى نقاط التوقف، مع العلم أنك تستطيع تسريع أو تبطئ التتبع من هنا. انتهينا من قسم التتبع. الآن ميزة السياج. لوضع سياج جغرافي للسيارة، حيث عند الخروج من هذا السياج، سيأتينا تنبيه مباشر على الجوال. لإعداد السياج، سنقوم بالنقر على رمز السياج، ومن ثم علامة الزائد، ومن ثم تحديد كلاً من مساحة السياج وموقع السياج. وأخيراً، سنقوم بالنقر على حفظ. انتهينا من إعداد السياج. الآن التفاصيل، ومن خلالها نستطيع تغيير اسم الجهاز، ومشاهدة جميع التفاصيل الأخرى للجهاز. رمز الضبط. من خلاله تستطيع تعين تنبيهات مختلفة. بالدخول عليها، ومن ثم تفعيلها، ومن ثم حفظ. رمز الأوامر، ومن خلاله تستطيع تعين. قوة الصوت بالكاميرا، حيث أن هاي أعلى درجة صوت، ولو أقل درجة صوت. سنقوم بالاختيار، ومن ثم الضغط على أرسل الأمر. حساسية تنبيهات القيادة المتهورة بالكاميرا، حيث أن هاي أكثر حساسية، ولو أقل حساسية لتنبيهات التهور. سنقوم بالاختيار، ومن ثم الضغط على أرسل الأمر. لغة التنبيه الآلي الموجودة في كاميرا السيارة. سنقوم باختيار اللغة العربية، ومن ثم الضغط على أرسل الأمر. اطفاء أضواء الكاميرا أو تشغيلها. سنقوم بالاختيار، ومن ثم إرسال. وغيرها من الأوامر التي سنتطرق لها لاحقاً. في الأعلى على اليسار، سنشاهد ثلاث خيارات. الخيار الأول، للتبديل إلى خريطة القمر الصناعي. الخيار الثاني، لإظهار حركة السير في الطرق. الخيار الثالث، للوصول إلى قسم الكاميرا مباشرة. الآن سنقوم بمشاهدة باقي أقسام التطبيق. قسم الصفحة الرئيسية، وفيه خريطة المراقبة. قسم القائمة، حيث ستشاهد فيه الأجهزة الموجودة لديك. قسم الإنذار، من خلاله تستطيع تفعيل التنبيهات لديك. من خلال الضغط على هذا الزر بالأعلى. ومن ثم النقر على اختيار الكل. ومن ثم تأكيد. قسم أنا، من خلال Alert Setting، تستطيع تفعيل التنبيهات التي ترغب بها. من خلال النقر هنا، تستطيع الدخول وتعديل كلمة المرور. إلى هنا نكون وصلنا معكم لنهاية شرح تطبيق إتراك سوليد برو. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم.